عايز اتكلم في حاجة معلش عشان هي استوقفتني يعني انا شفت مقطع من برنامج محترم بيقدمه صديق وزميل غاية في الاحترام والمهنية والاحترافية شريف عمر المقطع ده كان شريف وشريف بالمناسبة واحد من افضل واقوى المزعين في العالم العربي ده بجد مش اظهره والله العظيم هو عارف انا بحبه قد ايه يعني ده بجد وبالمناسبة انا كلامي مش عارف شريف انا كلامي عن الاجابة هو كان مستضيف الدكتور مصطفى الفئي والدكتور مصطفى الفئي بالمناسبة واحد من اغذر المثقفين ثقافة الدكتور مصطفى الفئي تتفق تختلف معاه تحب وما تحبوش دي قصة هل هو مثقف طبعا مثقف حقيقي طبعا موسوعي جدا هل يحتاج مني شهادة اطلاق لكن دكتور مصطفى من وقت للتاني اصبح بيصدمنا بما قد نطلق عليه التصريح وفيه فرق كبير جدا ما بين التصريح والتحليل يعني دكتور مصطفى بالتأكيد واحد من ابرز كمان المفكرين السياسيين اللي في المنطقة العربية فلما هيجي دكتور مصطفى يتحدد في التحليل السياسي علينا جميعا ان احنا فعلا نستمع والله انا بتكلم بأمانة يعني لكن تصرحات دكتور مصطفى خلال الاونة الاخيرة غريبة هي مش بس صادمة هي غريبة يعني اصبح بيدلوا بدلوا في امور شديدة الغرض ثم يتحدث عن الذين فارقوا الحياة ولا يملكون الرد او الدفاع عن نفسه سواء بقى عن الرئيس جمال عبدالناصر كان في حدوتة كده او حواديت اتقالت ايه لاخيره او عن الرئيس السادات او عن مبارك يعني انا ما بحبش ان احنا نتكلم عن ناس غير قدرة على انها ترد لانها توفت واي مؤلف بيصدر او اي تصريح او اي استشهاد بيصدر بعد وفاة المرأة على لسان اخر انا باعتبره تصريح غير معتبر يعني كأنه والعدم سواء لانه بمنتهى البساطة بتسأل ولماذا لم يقال هذا الكلام في حياته الكلام ده اقدر اقول عن الدكتور مصطفى اقدر اسحابه على اي من الكتاب والمفكرين والسياسيين والمثقفين ما عنديش اي مشكلة في ده يعني ولا اخشف الحق لو ما تلائم يعني شريف سأل دكتور مصطفى الفئي فبيقوله ما صحة الكلام عن نقاء العنصر المصري حلو كنت بتفرج على المقطع ده انا وزميل لي فزميلي قال هو شريف بيسأل السؤال ده ليه انا ما بقيتش مشكلتي شريف بيسأل السؤال ده ليه يعني لانه في النهاية انا من انصار المزيع يسأل ما يشاء وما يحلو لا خلاص البعض قد يرى انه يجب ان يكون السؤال هدف سيبنا من ده حقيقي يعني لكن انا اجابة الدكتور مصطفى الفئي بالنسبة لي كانت اجابة غريبة جدا قال ده كله اي كلام او يعني فيه مجمل حديث الدكتور مصطفى قال ده كله اي كلام وما فيش حاجة اسمعها نقاء العنصر المصري وانا كتير كنت لما تغدى مع الدكتور لويس عوض فيقول لي المصريين بزرميت طيب اولا الكلام على لسان دكتور لويس عوض ودكتور لويس عوض مفكر وكاتب وقديب ومترجم عظيم الله يرحمه رب وانا ادعي ان انا ادعي ذلك ان انا قريت كل حرف كل حرف كتب الدكتور لويس عوض كل حرف فعلا كل حرف ولم اقرأ للدكتور لويس عوض اي حديث حول هذا الموضوع لا عن نقاء العنصر المصري ولا عن عدم نقاءه واستطيع الجزم وبشدة من القراءة ده من جهة ومن صداقة الدكتور لويس عوض بوالدي الله يرحمه زي ما كان صديق ايضا للدكتور مصطفى دكتور لويس عوض مش دي تعبيراته مش دي مفرداته مش دي مصطلحاته يعني بزرميت دي استحالة دكتور لويس عوض الله يرحمه هيستخدمها في اي حديث مش بس عن المصريين يعني ودكتور لويس عوض من جيل بالمناسبة كان يؤمن بشدة وعنده موقف واضح جدا من مسألة مش بس بقى مش فكرة نقاء العنصر المصري لا تفوق المصريين يعني تفوق المواطن المصري تفوق الانسان المصري فاستحالة دكتور لويس هيقول بزرميت على المصريين ده من ناحية من ناحية تانية لا أعلم إيه هو السر وراء الاستشهاد بمن توفى دي حاجة الحاجة التالتة وهي الأهم لا أعلم على أي أساس سياسي عتيد ومثقف عظيم يدلي بدلو في الأنتروبولوجي أو في علوم الجينوم أو في نقاء الأعراق والعناصر يعني هل العنصر المصري نقي والله العلم ما بيقولوا كده دكتور مصطفى ولنعتبر أنه ده منقشة ما هيش تحدي ولا خناء يعني مثلا علم الأنتروبولوجي الشهير تشالت ستيفنسون قال أنه العنصر المصري ده كلامه في كتاب اسمه أعراق أوروبا وكان بيتكلم على نقاء الأعراق الأوروبية من عدم نقاءها وتفصلها وأصولها وجزرها وتطرق بطبيعة الحال لأهم حضارة موجودة في العالم ألا وهي الحضارة المصرية القديمة وتطرق لمسألة نقاء العنصر المصري وتبقى لشالت ستيفنسون فهو شايف تبقى ليه كعالم أنتروبولوجي خد بالك كعالم إيه عالم أنتروبولوجي أنه العنصر المصري نقي بدرجة عالية تتراوح ما بين السبعة وتمانين للتسعة وتمانين في المائل ده عالم أنتروبولوجي فلا أعلم من أين أتى دكتور مصطفى الفئي بتصريحه بأنه لا ولا أنقية ولا حاجة طيب في مواطنة مصرية مهاجرة في استراليا اسمها تريفينة باسيلي لأسباب ما خدت قرار أنها تعمل زي تحليل دي أن إيه ونقاء جيني وحاجات زي كده وتريفينة باسيلي وهي حياة ترزق بالمناسبة ربما يديها الصحة هي وزوجها وأولادها لأت أنه التحليل أصفر عن النتيجة الأتية أنها نقية العنصر بنسبة تسعة وتسعين وسبعة من عشرة إيه ده ده نقاء مخيف وكأنها انحضرت مباشرة من الأجداد طيب التحليل بتعمل إزاي أنه بتجاب مميوات وبيتم تحليل الأجزاء اللي ممكن أخذ منها تحليل دي أن إيه وبعدين بشوف العنصر عامل إزاي وبعدين لما يجي حد مثلا اسمه يوسف أو زي تريفينة باسيلي يجي يعمل فنقوله والله آه إحنا بنقارن ده بده ونشوف نسب النقاء قد إيه فإذا كانت سيدة مصرية فاضلة نقية بنسبة تسعة وتسعين وسبعة من عشرة وده في القرن الواحد وعشرين وإذا كان شارل ستيفنسون بيقول إنه العرق المصري عرق نقي و دكتور واسيم السيسي في مقال نشره أظن كان سنة تلاتة وعشرين دي مرة أظن كان مشروف المصر اليوم ومرة في برنامج أنا كنت مستضيف وفيه في زاعة نجوم مفقام وكنا بنتكلم على مسألة النقاء الجيني عند المصريين فاستشهد ببحث لعالمة اسمها مارجريت كابلر عملت بحث عن طريق معهد ماكس بلانك وده معهد مهم جدا كبير جدا في ألمانيا خلصت في كابلر وده طبقا لدكتور واسيم السيسي إلى أنه النقاء الجيني لدى المصريين أو نقاء العنص لدى المصريين الحاليين لا يقل عن 88 ل90% طيب هل أنا بقول الكلام ده ردا على دكتور مصطفى لا أنا بقول الكلام ده على إيه هو السبب وراء إن إحنا نثير هذه النزاعات يعني هل المصريين عنصر نقي غير نقي إيه الهدف يعني إحنا عايزين نوصل لحد فيه طيب والتصريح بعدم نقاء العنصر وإنه المصريين بزرميت هيخدم أنهي هدف أنا مش عاوز أكيل اتهمات ولا أوجه سيان والله بجد يعني أنا راجل دخل على 50 سنة بجدد فما بقاش في عندي نزق بتاع الشباب يعني عندي هدوء إيه السبب إيه المستهدف إيه الأهمية طب مين ها يستفيد من وره إن أنا أقول على المصريين بزرميت ومين ها يستفيد من أنا أقول على المصريين أنقياء 100% برضو يعني يعني إيه اللي يخلينا النهاردة في القرن الواحد وعشرين وفي اتجاه إلى وحدة الإنسانية طول الوقت وعدم تفضيل إنسان على إنسان وعنصر على عنصر ولون على لون ونوع على نوع أن أنا أتكلم في قصة نقاء العناصر عشان أوصل لإيه أو أن مصر يطلع يقول إحنا بزرميت بجد والله العظيم أنا ما فهمت وهنا أنا أدعو وهي دعوة المحبة بالمناسبة لدكتور مصطفى اسمح لي يا دكتور اسمح لي وأرجو أن لا تكون دعوة ثقيلة أرجوك كفانة حديثا على لسان من فارقه الحياة وكفانة حديثا يذهب وبنا للتصريحات ما فيهاش أي شكل من أشكال التوسيق على الإطلاق وإنما كل ما فيها هو تسفيه من المصريين أو تقليل من حجمهم أو تقليل من مكانتهم سواء إذا كانوا أفراد أو مجتمع يعني ذهبنا للتقليل من حجم الزعيم جمال عبد الناصر اللي أنا لا أتفق معاه سياسيا على الإطلاق وإن كنت أحترمه وطنيا لأبعد مسافة يعرفها البشر بس إحنا اتكلمنا في حاجات متعلقة بالزعيم الراحل أنا مش فاهم إيه الهدف عشان نوصل لفين يعني وبعدين اتكلمنا على ستة مكلسوم واتكلمنا على الرئيس السادات واتكلم أيه عشان نوصل لفين وبعدين دلوقتي وصلنا لمرحلة إن احنا بنقول على شعب إنه بزرميت وليه كده على حد تاني طب أقول لك أكتر وما تقولش كده على حد تاني خالص لا دكتور مصطفى ولا يوسف ولا فلان ولا علان لا زيد ولا عبيد اتركوا قصة النقاء العنصري سيبوا مصر والمصريين في حالهم محدش ينشغل بالمصريين من نقاءهم أو عدم نقاءهم ما تنشغلش بمسألة هل المصريين متفوقين ولا مش متفوقين هم متفوقين بشهادة الواقع أهم علماء في أي مجال أهم أدبة في أي مجال فخلاص شيء عجيب بصراحة يعني جاءت أعصابي هتفلت بس هم سكت نفسه موسيقى